السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة هناخد الدرس التاني سكان البيئة الزراعية طيب السكان عام مثلا في مصر عام 2006 كانوا نحو حوالي 72.8 مليون نسمة موزعين أو مقسمين إلى قسمين سكان الريف وسكان الحضر سكان الريف طبعا اللي بيعيشوا في البيئة الزراعية المروية وكان عدد سكانهم حوالي 41.0 مليون نسمة وسكان الحضر اللي بيعيشوا في المحافظات الحضرية أو عواصم المحافظة زي القاهرة الإسكندرية بورسعيد السويس وعدد سكان وكان عدد سكانهم 31.0 مليون نسمة طيب المناطق اللي بتركز فيها سكان البيئة الزراعية هم بيتركزوا في المحافظات الزراعية يعني ايه محافظات زراعية؟ المحافظات الزراعية هي المحافظات اللي بيعمل أغلب سكانها بالزراعة وتربية الحيوة اللي احنا بنقول عليهم بالبلد كده الفلاحين كويس؟ طيب بيرتكزوا فين؟ في المحافظات القريبة جداً من مجرى نهر النيل وفرعي دمياط ورشيد وكل ما اتجهنا نحو الصحراء كل ايه؟ ما قال لعدد السكان وطبعاً ده ليه اللي قلت جودة التربة قلت المياه وقلت جودة التربة كمان لأن التربة الرملية متفككة طيب ايه هي المحافظات الحضرية؟ المحافظات اللي بيعمل مغزم سكانها بالصناعة والخدمات الأخرى زي القاهرة، الأسكندرية، بورسعيد طيب هنا في سؤال مهم ليه بيترك السكان البيئة الزراعية في المناطق القريبة من نهر النيل؟ طبعاً جودة التربة وخزبتها وإيه؟ والمياه العزبة الحاكتين دول بيساعدوا على قيام الزراعة يبقى من أهم العوامل اللي بتقوم عليها الزراعة، التربة الخزبة، والمياه العزبة طيب، ندخل على الدلتة الدلتة هي الوجه البحري والدلتة معظم الدلتة أكبر عدد من سكان البيئة الزراعية ولكن تناقصت مساحة الأراضي الزراعية في الدلتة ليه؟ نتيجة الزحف العمراني على الأراضي الزراعية النسبة التبني على الأراضي الزراعية فطبعاً حصل إيه؟ زحف سكان أو زحف عمراني أما بنسبة الوادي النيل ومنخفض الفيوم اللي هو الوجهي القبلي بيقل السكان في ودي النيل ومنخفض الفيوم عن الدلتة ليه؟ بسبب دي مساحة الأراضي الزراعية يبقى لي عدد السكان الزراعيين في وادي النيل ومنخفض الفيوم أقل عن الدلتا لأن بسبب دي مساحة الأراضي الزراعية الزيادة الطبيعية للسكان في البيئة الزراعية بترتفع نسبة الزيادة الطبيعية لي عن المحافظات التانية لأن طبعا كلنا عارفين أن في الريف أول حاجة الزواج المبكر تاني حاجة تعدد الزوجات قسرة الإنجاب طيب خصائص سكان البيئة الزراعية فيه خصائص إيجابية وفيه خصائص سلبية طيب إيه هي الخصائص الإيجابية الاجتماعية أول حاجة التمسك بالأراضي الزراعية التعاون بينهم الود والاحترام بين الصغير والكبير ده عادة في الريف الريف المصري بيمتاز الفلاح بيتمسك بالأرض الزراعية بتاعته الفلاحين بيتعاونوا مع بعض في زراعة الأرض دايما بيزوروا بعض فيه ود فيه احترام طيب إيه هي العادات السلبية أول حاجة الزواج المبكر للإناس وده بيأثر سلبي على صحة المرأة الحرص على إنجاب أكبر عدد من الزكور يعني عندك الواحد يفضل يخلف يخلف ممكن يجيب بنت اتنين تلاتة اربعة مش مهم لغاية ما يجيب ولد تفضيل الزكور على الإناس وده بيرجع ليه الفلاح دايما بيحب اللي يساعده في الأرض كويس فدايما ابنه هو اللي بينزل معاها الغيط ويشوف أمور الأرض معاين دلوقتي مبقاش فيه فرق بين الإناس والزكور والإناس عمتا في الريف دلوقتي بقت بتنزل الأرض طيب استخدام الأطفال في أعمال الزراعة كمان يبقى هنا أربع سلبيات الزواج المبكر للإناس الحرص على إنجاب أكبر عدد من الزكور تفضيل الزكور على الإناس استخدام الأطفال في أعمال الزراعة دي كانت الخصائص من ناحية الاجتماعية طب من ناحية التعليمية طبعا في الريف بتزداد نسبة الأمية عن المدن يعني بتوصل لخمسين في المية من سكان الريف نتيجة لجهود الدولة وزيادة عدد المدارس بالريف بدأ ينتشر التعليم بين سكان الريف ودي الخصائص التعليمية الأمية طبعا عدم معرفة الشخص الكراءة والكتابة الخصائص الاقتصادية أول حاجة انتشار البطالة انخفاض مستوى دخل الفرد انخفاض مستوى المعيشة إيه هي البطالة؟ البطالة عدد الأفراد الذين في سن العمل ولا يعملون طيب الهجرة بهجر الكثير من شباب البيئة الزراعية خاصة الزكور إلى داخل أو خارج الدولة وده بيرجع بسبب المشاكل الاقتصادية طيب إيه هي الهجرة؟ الهجرة هي الانتقال من مكان لآخر سواء كان داخل الدولة أو خارج الدولة بس الفطرة زمنية طويلة يعني ما ينفعش نقول ان احنا هننتقل من هنا لهنا يوم أو يومين تبقى دي هجرة؟ لا طيب إيه النتائج اللي ترتبط على الهجرة من الريف إلى المدن؟ الهجرة الداخلية أول حاجة زيادة عدد سكان المدن ظهور العشوائيات على أطراف المدن زيادة نسبة الزكور في المدن تناقص نسبة العاملين في مجال الزراعة كل فلاح لما ولاده يهجروا الأرض ويروحوا لمناطق الحضرية طبعا هتقل ليه؟ الإيد العاملة في مجال الزراعة طيب إيه المشاكل السكانية بالبيئة الزراعية؟ إيه المشاكل اللي بتقابل السكان في البيئة الزراعية؟ أول حاجة البطالة آآ تاني حاجة الأمية تالت حاجة مشكلات صحية رابع حاجة تهجير سكان النوبة طيب البطالة جهود الدولة إيه علشان تحل مسألة البطالة؟ أول حاجة أنشأوا الجمعيات التعاونية الزراعية لتقديم الكروض للمزارعين علشان يمدوا الفلاح آآ بالكروض والأسمدة والبزور والمبيدات وشراء منتجاتهم أنشأوا جمعيات تعاونية الزراعية طيب تقديم مشروعات تنمية صغيرة ومتوسطة للشباب توفير فرص عمل للخرجين ودي كانت جهود الدولة لحل البطالة طيب الأمية الاهتمام بزيادة أعداد المدارس في المناطق الريفية إنشاء مراكز لتعليم الكبار اللي هي محول أمية طيب الدولة عملت إيه؟ أقامت مراكز صحية اللي هو المستوصف الاهتمام بالصرف الصحي تطهيره باستمرار توصيل الكهرباء والمياه النقية إلى الريف طيب تهجير سكان النوبة بعد بناء السد العالي لأن غمرت المياه بحيرة ناصر أراضيهم وكراهم طيب الدولة عملت إيه؟ قامت وزارة الإسكان بإنشاء كرة سكنية بديلة لهم زي كرية إبريم كرية أبو سنبل كرية وادي العرب وقامت وزارة الصناعة بإنشاء منطقة صناعية صغيرة لتشغيل الشباب كده نبقى أخذنا خصائي السكان البيئة الزراعية ومشاكلهم ومحاولة الدولة وجهود الدولة لحلها والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر